قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم جيبريسوس أن مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة يفوق الكلمات وفي منشور عبر منصة X أشار جيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر وذكر جيبريسوس أنهم قدموا العلاج لخمسين طفلا يعانون سوء التغذية الحاد بالإضافة إلى الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا